اشتركوا في القناة من يقول هذا الكلام لو قال قائل ان المؤلف قال في الباب الثاني باب فضل التوحيد وما كفره من الذنوب لو قال قائل هذا الباب يدل ان المؤلف يرى ان التوحيد ليس بواجه نقول لا قدم اي باب باب وجوب التوحيد قدم اولا باب وجوب التوحيد عندنا قاعد يذكرها العلماء ان ذكر فضل الشيء لا يعني ان الشيء ليس بواجه من صام رمضان إيماناً واحتساباً هذا لا يعني أنه صيام رمضان ليس بفرد صلاة الجماعة هذا لا يعني أنه صلاة الجماعة ليس بواجبه مفهوم إذا الذكر فضل الشيء لا يعني أنه الشيء ليس بواجب ونقول المؤلف قد جاء لماذا جاء بهذا الباب قلنا جاء بالباب الأول حتى يبيق أن التوحيد أوجب الواجبات وأول الواجبات ودعوة الأنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام فنى في فضل التوحيد حتى تشتار لأن كثير من الناس لا يريد يسمع التوحيد والله لو الدرس هذا درسنا في كتاب النكاح شوف ما شاء الله تنشرح الصدور أعوذ بالله وإذا ذكر الله وحده شمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين بدونه إذا هم يستفشون ابن سعدي رحمه الله في منظومة القواعد الثقهية منظومة قواعد ثقهية في كل شرح عندما شرح هذه المنظومة في كل موضع لا يأتي بمثال ثقهي يأتي بمثال في التوحيد لماذا؟ لأنه عرف سبب وجوده في هذه الدنيا وأن التوحيد هو أصل الأصول صح؟ أي نعم ولهذا قالوا الفقه الأكبر في ماذا؟ في العقيدة في التوحيد إذن لابد أن يكون شغلك الشابل هو التوحيد فضل التوحيد حتى تستعر ترجمة نانسي قنقر